بعيداً عن أجواء التشاحن الديني وحملة الإسلاموفوبيا التي تنتشر في أوروبا وأمريكا لسيما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 تظل النمسا تصنع الاختلاف بفسح هامش كبير للجالية العربية والإسلامية قناة شروق زارت المركز الإسلامي في العاصمة النمساوية فيينا والذي يعد الأكبر في أوروبا الوسطى الجالية الإسلامية والعربية تحتاج أن تقدم الإسلام بصورة جميلة وباهية حتى يدرك الناس عظمة الإسلام وجمال الإسلام هو أن وضع الجالية المسلمة في النمسا وضع جيد وهو أفضل بكثير من غيرها في بلاد أخرى الجالية العربية والمسلمة في فيينا أو في النمسا عموما هي تأخذ كثير من الحقوق وإن كان بعض المضايقات لكن لا تحسب هنا الدولة فيها قانون وأعتقد أن من يطلب حقه يجده دخل الإسلام إلى هذا البلد منذ الفتح الإسلامي على يد الدولة العثمانية لكن الجالية الإسلامية متزال تعاني من تشتت الصف إذا أما تتعرض له في داخل أوطانها وخارجها الرسالة لكل الأمة هي قول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقوله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قوله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة غير هذا هو تطرف في اليمين أو اليسار إلى إما إفراط إما تفرط أما ما نرجوه من المسلمين عامة أو من القائمين على العمل الإسلامي خاصة فهو فهم أدب الخلاف وفقه الخلاف ومعرفة أدب الحوار لأن عدم فهم هذه القضايا أدى إلى ما نعاني منها الآن إلى زيادة حجم الخلاف بين المسلمين بل بين أصحاب المذهب الواحد الذي نحتاج إليه في هذه البلاد هو تحقيق قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا تحقيقا عمليا تطبيقا عمليا تتعدد مهام المركز الإسلامي في فيينا من جمع المسلمين في مختلف الصلوات وتعليم اللغة إلى إبرام عقود الزواج والعناية بالمقبرة الإسلامية لكن الاهتمام بالشعائر الكبرى كرمضان والأعياد من أبرز المهام الموكلة إليه وضعية جيدة للإسلام والمسلمين هكذا علقت الجالية العربية والإسلامية على أوضاعها هنا في النمسا مفادوا قناة الشروق نيوز إلى فيينا فتح المحنط